هل باتت أطراف النزاع في أبيان مقتنعة بحتمية الحل السياسي وعبثية المعارك الدائرة هناك؟ سؤال ربما تسمح الإجابة عليه بمعرفة مدى جدية الحكومة والمجلس الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض يرى مراقبون أن الطرفين تركا خلال الفترة الماضية لاختبار قدرتهم الميدانية على حسم المعركة معركة ظلت لأسابيع تراوح مكانها فلا الانتقال استطاع الوصول إلى شقرة وللقوات الحكومية قوت على الوصول إلى جعار وزنجبار وصولا إلى عدن وفق رؤى بعض مكونات الحكومة المتشبثة بضرورة وحتمية الحسم العسكري على الرغم من ضراوة المعارك الدائرة في أبيان وسقوط قتلى من الجانبين فضلا عن القسائر المادية في العتاد العسكري الذي حرفت فوهاته عن الهدف الرئيس له واتجهت إلى صدور رفقاء الكفاحة غير بعيد يرقب الحوثيون المشهد في المحافظات الجنوبية مدركين أهمية الفوضى الحاصلة بين صفوف مناهضيهم وهو ما سمح لهم قضم مزيد من الأرض في البيضاء والجوف ومأرب وكثفوا من هجماتهم في جبهات الضالع وعلى طول الساحر الغربي وليس خافيا على أحد أن الصراع المسلح في جنوب البلاد قد أفقد المواطن الثقة في القوى السياسية والعسكرية المتصارعة فيما بينها ما أثر سلبا على مقاومته للحوثيين الذين استغلوا ذلك في زرع فكرهم في أذهان البسطاء والتغرير بهم وجرهم إلى ويلات المعارك فيما يكاد اتفاق الرياض أن يكمل عامه الأول دون أن يجد له موطئ قدم على الأرض اليوم يرى مراقبون على خيار أمام اليمنهين إلا تنفيذ اتفاق الرياض بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والعسكرية والتوحد صفا واحدا للخلاص بميليشيات الحوثي وفكره الظلامي إضافة إلى تنمية المحافظة المحررة والتسريع في إعادة بناء ما دمرته الحرب على صعيدين المادي والمجتمعي وإنقاذ اليمنهين من الأمراض والأوبئة التي فتكت بهم ليل نهار وعودا على ذي بد هل أدركت الأطراف الموقعة على اتفاق الرياض أهمية تنفيذه وهل اقتنعت بعبثية الحرب وضرورة توحيد الصف الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة على ذلك